مرحبا بكم أبنائي وبناتي نلتقي من جديد في درس جديد موجه لتلاميذ المستوى السادس المادة التربية الإسلامية مكون التزكية والموضوع مراتب الدين الإحسان أهداف الدرس في هذه الحصة يجب أن أتعرف معنى الإحسان أراقب الله في جميع أعمالي أوظف مكتسباتي لحل وضعيه تعرفنا في الحصة الماضية من خلال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتبتين من مراتب الدين وهما الإسلام وأركانه الخمسة وهي الشهادتان أي أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة أي أن نؤدي الصلوات الخمس من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ثم الصوم إن صوم شهر رمضان فالزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيل أي من كانت له القدرة المادية والبدنية المرتبة الثانية هي الإيمان وأركانه الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وقد تعرفنا جميعات الأركان في دروس محددة لنلاحظ الوضعية التالية أثناء تواجد أنت مع أبيه الحاج عبد الله في المتجر لاحظ أنه ألسق قطعة حديدية في كفة السلع بالميزان فخاطب أباه معاتبا يا أبتي ما تقوم به يعتبر غشة وقد تتعرض للعقوبة والغرامة من طرف السلطات أجابه الأب لا أحد يرانا يا بني انتبه على المتجر وأنا ذاهب إلى المسجد لأداء صلاة العصر ما رأيكم في سلوك الأب؟ هل تتفقون معه؟ ما هي مرتبة الدين التي بلغها الأب؟ أكيد فلقبه الحاج أي أنه أدى فريدة الحج كما أنه يتوجه لأداء الصلاة إذا المرتبة التي بلغها هذا الأب هي الإسلام لنتابع بقية الدرس كي نكتشف باقي مراتب الدين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم طلع علينا رجل شديد بضيض الثياب شديد سواد الشعب لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال عمر فلبث مليا ثم قال لي أي رسول الله يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم صحيح البخاري من السائل في الحديث؟ نعم فهو جبريل عليه السلام ما معنى الإحسان كما جاء في النص؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه بالرجوع إلى الوضعية السابقة هل والد أنس محسن؟ أكيد فهو لم يبلغ بعد مرتبة الإحسان لأنه يغش في الميزان بدعوة لا أحد يراه إذن كاستنتاج نستنتج أن الدين ثلاث مراتب أدناها الإسلام وأعلاها الإحسان أي أن نستحضر مراقبة الله لنا في جميع أعمالنا في السر والعنان فهو يرانا رغم أننا لا نراه إذا لنتأكد من أننا استوعبنا مضامين الدرس سنجز الوضعية التالية وأنت عائد من المسجد رفقة صديقك لاحظتم وقوع محفظة نقود إحدى السيدات أمامكم أردت المنادات عليها فأوقفك صديقك مانعا إياك من ذلك طالبا منك تقاسم المبلغ المالي الموجود داخلها بالتساوي بحجة أن لا أحدار المشهد إذن أقنع صديقك بسوء اقتراحه مستشهدا بالحديث المدروسي سابقا أكيد أنكم لن تتفقوا مع موقفي هذا الصديق لذا تتحاولون إقناعه بأن ما اقترحه فهو سيء معتمدين على ما تعرفتموه أثناء الدرس أشكركم جميعا على حسن متابعتكم ونلتقي قريبا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر